انطلقت المرحلة الثانية للقافلة السادسة للمساعدة الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية واتضمنت القافلة أكثر من 126 شاحنة محملة بأكثر من 2400 طن من المساعدات بعد أيام قليلة من إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين انطلقت على الفور المرحلة الثانية للقافلة التي تتضمن أكثر من 126 شاحنة محملة بأكثر من 2400 طن من المساعدات القافلة مكونة من 126 قاطرة محملة بمواد غزائية مواد طبية ومياه معدنية وملابس وبطاطين وخيام ومراتب يعني حوالي 2060 طن مواد غزائية و185 طن مياه معدنية و64 طن مواد طبية و21 طن ملابس وبطاطين و20 طن خيام ومراتب جملة التريلات الموجودة النهاردة 126 تريلات بنك الطعام المصري يشارك ب40 تريلات منهم 34 تريلات من الشاحنات الخاصة بنك الطعام محملة كل شاحنة ب1200 طرد مواد غزائية 6 شاحنات محملة برزودي مشاركة بنك الطعام المصري بالسمرار بتبقى مواد غزائية وفقا للإحتياج الموجود احنا بنتواصل مع الجانب الفلسطيني عشان نعرف ايه الاحتياج الموجود عشان نلبيه في الطرود او المواد الجفة اللي احنا ايه بنبعثها جملة عدد الأطنان المشاركين بيها النهاردة 646 طن متوسط الشاحنة الوحدة بيكون 16 طن وفي ظل ما يعانيه قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء والأدوية جهز التحالف في هذه القافلة اكثر من 2000 طن من المواد الغذائية بالاضافة لأربعة وستين طن من الأدوية والمستلزمات الطبية فضلا عن عدد من الخيام والمراتب والمياه المعدنية يشارك في القافلة مؤسسات التحالف الوطني التي تواصل العمل على قدم وساق لتجهيز عدد من القوافل الإنسانية منذ بدء الأزمة صناعة الحياة بتشارك بخمس شاحنات خمس شاحنات دي تضم بعض المساعدات الغذائية عشان يكون إجمالي المساعدات اللي قدمناها 180 شاحنة خلال الست قوافل اللي طلعت المساعدات الغذائية دي بتختلف من مساعدات غذائية مساعدات صحية معونات شتا ودي بتتقدم لأهلنا في غزة بشكل دوري مستمر من خلال القوافل اللي بتتم من خلال التحالف الوطني قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تأتي تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفوري للأشقاء في قطاع غزة في إطار سياسة مصر الراسخة بدعم القضية الفلسطينية محمد جميل التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر